فمثل ركعتي الضحى إن نبي ذكر أنه ما من واحد من العباد يصبح إلا وقد وجب عليه بذل ثلاثمائة وستين صدقة يوميا فقال الصحابة ليس كل لا يقدر على ذلك فقال إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تحميذة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وآمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإعالتك للأخرق على حمل متاعه صدقة وتصليح حاجته صدقة ودلالتك الضال عن الطريق للطريق صدقة ثم قال وكفك أذاك عن الناس صدقة ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتاء الضحى ركعتين يركعهما أو ركعتين يركعهما العبد في الضحى تقومان مقام ستين وثلاثمائة صدقة فهل لتعامل بهذا والضحى من بعد ما ترتفع الشمس سقيد الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة لشك أن أفضل صلاة الضحى ما كان في وسط الضحى كما في صيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصال أولاد الإبل الصغار حديث الولادة تكون خفافها خفافاً لين طرية إذا سارت على الرمضة تبين تأذيها ذلك الوقت هو أفضل أداء ركعتين الضحى ولكن قد لا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت قد يحتاج إلى التبكير فإذا ارتفعت الشمس سقيد الرمح يصلي ركعتين قد يحتاج إلى التأخير يصليها قبل دخول الوقت بنصف ساعة مثلاً أما إذا قام قائم الظهيرة فهذا في وقت المنهيات